عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل 21 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكيات الدولة بقطاع الرياضة بحضور عدد من نواب البرلمان وممثل الجهات التنفيذية المعنية والأندية الرياضية وكانت الحكومة قد أطلقت حوارا مجتمعيا منتصف يوليو الماضي بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكيات الدولة التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص دعما لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات وتضمنت ورشة العمل وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء عدد من القطاعات اشتركوا في القناة